بالملح وزيت الزيتون ستحقق الحلم في ثلاثة ديال ايام وصفة طبيعية المئة بالمئة فيها تقشير فيها تبييد فيها علاج تسبوغات فيها علاج نمشوكلة في حبوب اثار ديالو فيها كل الاشياء اليجابية ان شاء الله بنسبة لعريسات المقبلة على زواج اللي يسولوني دائما على التقشير على الترطيب على التبييد فالوصفة فيها هاد الاشياء كاملين بالملح وزيت الزيتون ستحقق الحلم ديالك في ثلاثة ديال ايام ان شاء الله ستبقي ديالوجيه ديالك ترطبيه تقومي تحيي ديالي بوانواغ التسبوغات الحبوب اي مشكل ان شاء الله كان في الوجيه ديالك فغادي تعالجي بها جوج ديال مكونات هم الزيت البلدية والزيت الزيتون طبيض حال والملح او لا الملحة العادية ديال الاكل فغا تبيضي ان شاء الله وتزوليش حاجة سميتها التسبوغات وتودع ان شاء الله الاسميرار ديال سنين واعوام وتقول ليه باي باي والى الابد كذلك اللي بنتليكي عن عمر الاثر ديال الحبوب كيما قلنا لاتاش الحروق ديال الشمس الكحولي اللي كتكون في البارتيانتي هاد الوصن ان شاء الله غا تبيضك وترجعك باللار عروسة ان شاء الله من اول وجديد ولي شافتك ان شاء الله غادي تسوي لك على السر ديال الضيادة ديال بجيه ديالك كذلك البنات كتحيد حتى تجاعيد غادي تخلصك من الجلد الميت النقاط السوداء البوقع التبايع اللي كيكونوا موجودين في الجسم و هاد الوصفة هاد الوصفة هاد الوصفة هاد الوصفة من احسن مجرى بسوهية كتعطي تبيض فوري عشر درجات الى ما فوق على بركة الله المسلم شو باش نتعرف رفوع الا ومكوينات الوصفة طريقة ديال التحدات طريقة ديال الاستخدام وغانو بدهو بتقشير او لابرقوماج عاد من بعد ان شاء الله غا نمشي بالوصفة اللي كتعطي تبيض وتفتيح وعلاج جميع المشاكل الموجودة في الجسم ولكن اخبركم كل شي ماتنسون بطبيعة حال باللايك ازجيلكم من هاد الافيديو وكذلك تشتركوا في القناة مع اتفعلكم مزال الجرس لكي تتواصلوا بكل ما هو جديد على بركة الله هاد ماشي برس نتعرف على مكوينات الوصفة طريقة ديال التحضير طريقة ديال الاستخدام والاستعمال فاول حاجة اللي بناس غادي نحتاجوها هي زيت زيتون زيت البلدية عندي لبنات هاد الوصفة هاد الوصفة هاد الوصفة طبيعية اذا عندكم زيت البكر زيت زيت والبكر فاهم امطكين طبيعية هل استخداموها هنحتاجوا الملحة وهنا لبنات عندي غير ملح العادي ماشي ملح البحر الميت هاد الوصفة العادية اه قلنا لبنات الملحة العادية قلنا زيت البلدية ولا زيت الزيتون اه كذلك اغزالتي ان شاء الله غادي نحتاجو اه الى كمية بالنسبة للقوماج بعدها غادي نحتاجو فيه زيت الزيتون وغادي نحتاجو فيه الملحة وممكن استخدام بعض قطرات من عصير ليمون وعصير الحامض للتفتيح لانو كان بعض الناس عندهم استسبوغات ولا الكحولية بزاف 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 بيطان ديالهم وفي بزاف الملحة فمل احسر القوماج تضفي فيه عصير الحامض الا ما كانش او لما كانتش كتفضل عصير الحامض فممكن استخدام اه زيت الحامض ترام طبيعي الحامض تفر عند جميع الناس المختصين في بيع الزيوت سينو كتاخدي غير بعض القطرات ديال اعصير الحامض والشي اللي اغنديرو في القوماج على بركتي اللي اغناخدو معلقة ديال الملحة العادية مع معلقة ديال زيت الزيتون و معلقة ديال عصير الليمون ولا عصير الحامض وهي المصفاء اه يعني اولها هو القوماج جاهز يعني ساهل ماهل الحمدول الله ما فيش كترة المقادير ما فيش بزاف ديال الاشياء اللي غادين اللي غادين نحتاجوها بنسبة للبنات اللي ما كيفضلوش عصير الحامض فممكن تعوضيه بعصير البرتقال و لعصير الليمون هذا هو القوماج اللي بنات شتوه هكذا كسبه من بعد كتاخدي وتبديت قومي ايبي تحت بيطانك بنفخه لديك وجهك عنقك والقوماج متحالي يكون بحركة دائري لمدة خمسة دقيق او لعشرة دقيق على الاكثر هذا هو القوماج بالنسبة للوصفة الثانية غنحتاجو فيها مكونات ساهلين ماهلين غادي نحتاجو اول مكونات دقيق الابيض او لدقيق الفورس او لدقيق المخبوزات على حسب كل واحدة شنو كتقولو فنحتاجو الكيمية اللي ستناسبنا ديال دقيق الابيض غادي نحتاج كذلك كيمية من الحمص باودر كيمية من الحمص وضع الحمص من بين احسن مكينة لبنات في التبييد في علاج الترهولات علاج التسبغات كيعطي تفتيح كيعطي ترطيب للبشرة يعني واحد المكون اللي زوين بزاف كيعطي حتى انتفاخ للوجه كيمية من الحمص كيمية من زيت الزيتون كيمية قليلة من الملح يعني اسقل من واحد القبصة ديال الملحة كما قلنا الدقيق الابيض اللي يفتح و يزول تسبغات و يزول حتى الشعر بالنسبة للبنات اللي يسولوني على ازالة الشعر الزائد من الوجه فهذا الدقيق البيض يزول لبنات الشعر الزائد من الوجه فقنا نزيت زيتون قبصة من الملحة الحمص الدقيق الابيض نحتاج كذلك ماء ورد او ماء ازهر على حسب الحاجة بالنسبة لما ديال الورد فهو زوين بزاف كيزول لك هادو كل هيلات السوداء ذك الزرقية ذك انتفاخ تحت العين يعني المنافع دياله كثيرة جداً و عندي هنا ماء ورد ديال بوستان هذا ديال قلعة مقونة كيصلح التجميل وحمير العين والحمى والتجايد كذلك والمزايا دياله ما شاء الله لا تعد ولا تحصن فقلنا غادي نحتاجه كمية من الحمص المدية الورد دقيق البيض زيت الزيتون و قبصة الملح بالنسبة للملح لا تكون الوصفة تكون الوصفة لحد القد جميع النواحي وعلى بركة الله ندوزل طريقة تحضير كمية دقيق البيض او لدقيق الفورس كمية البيض تبقى ختيارية على حسب الرغبة طبعاً تخضي كمية اللي تناسبك هنا معلقة عامرة لدقيق البيض نجمعها بالموية الورد معلقة عامرة و نحاول نخلط هذا المقادر مع بعدياتهم نضيف المدية الورد و نخلطه جيداً لكي نزجوا هذا المقادر و نزيد دقيق لأن الوصفة جارية ولد سائلة نزيد كمية من الدقيق البيض نزيد معلقة حتى الوصفة لا تبقى جارية مئة في مئة ستكون متوسطة نزيد معلقة واحدة آخر و دائما نحركوا لأنه دقيق شوية كيتكور و من بعد نضيف معلقة نضيف دقيق الحمص نضيف و نضيف معلقة دقيق الحمص طفدر معلقة ومن بعد نضيف معلقة قبيصة الملحة نضيف ملحة 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 ثم تستخدم ملحة معلقة وضيف ملحة وضيف ملحة وضيف ملحة ملحة وزيت زيتون وضيف ملحة وزيت البلدية على حسب كل وحدة شنو كد نقول له وكنجمعه جيدا وكنجمعه نخلط كل شيء جيدا بالنسبة لزيت الزيتون نضيف كمية الزيتون نضيف في الدقيق حتى تحصل على القوام اللي بغيتي بالنسبة للبنات للدقيق سوف أحسن المكونات في التبييد وكذلك حتى في علاج الترهولات التجاعد ويمنع النموذ الشعر الزائد خصوصا إذا كنت تستخدميه بشكل أسبوعي يعني كدري 1 جوجة للمرات أو 3 في السمانة كيف يجد معلنا إلا تطبيق الوصفة وهي جاهزة بالصحة والرحل جميع المتتبعات اللي يسولوا على وصفات بساط وصفات الخاص أنتم حبيباتي على بركة الله سوف نطبقها معكم بسم الله أنتم القاوم ديالة كيف شدير ما شاء الله يا البناتك تحمق غزالة كيف يجب أن تدخل في المنطقة ما شاء الله ما شاء الله يجب أن تصبح يجب أن تصبح لمنع النموذج كيف يكب أن تصبح تصبح أجب أن تصبح يجب أن تصبح الزيت البلدية لا في القوماج ولا في الوصفة الرئيسية للتبييض والتفتيح وعلاج ترهولات والتجاعد فيها كل الأشياء التي تحتاجون عندما تحتاجون ترطبي من بعد لأن الوصفة فيها مادة الزيت ومعنى تبارك الله تحمق بالتفتيح والترطيب والوصفة بالتعليق التأخر اضبات الزيت البلدية عصارة الحامض والملحة والضغط نبقى الوصفة من بابد أن نصف المنطقة ودرون الوصفة الطبيعية هذه هي الوصفة اليوم بدأت الاستحسان ودرجة اعجاب اكتشفت لنا في تعليقات ثم تجريكم بشكل اذا اصبح رحباً اشتركوا في الفيديوهات مقبلة ووصفات جديدة عن قريب الى اللساء